اهلا بكم ابنائنا وبناتنا طلاب الصف الاول الاعدادي في حلقة جديدة من مادة الدراسات الاجتماعية تحت رعاية واشراف وزارة التربية والتعليم النهاردة ياولاد هنبدأ الوحدة التانية في مادة الجغرافيا وهي بعنوان رحلة الى كوكب الارض لو انتوا تفتكروا ان احنا خدنا في الحلقات السابقة الوحدة الاولى اللي كانت بتتكلم عن رحلة الى الفضاء وتكلمنا عن الظواهر الكونية زي النجوم والكواكب والاكمار وتكلمنا عن المجموعة الشمسية وتكلمنا بالتفصيل عن الكواكب وتحديدا كوكب الارض ان شاء الله بقى النهاردة في الحلقة بتاعتنا هنبدأ نتكلم بقى على كوكب الارض ونعيش عليه ونشوف بقى التأسيمة بتاعت كوكب الارض ونشوف حاجة جديدة اول مرة نسمع عنها اسمها خطوط الطول ودوائر العرض ونعرف كمان الابعاد بتاعت كوكب الارض يلا بقى بينا ان شاء الله نبدأ وبإذن الله يكون درس جديد وسهل علينا ان شاء الله يلا بينا نبدأ بقى يا ولاد الوحدة التانية اللي احنا قلنا بعنوان رحلة في كوكب الارض ونتعرف ده مع بعض على اول الدروس عندنا وهو بعنوان شكل الارض وابعادها احنا زي ما انتفقنا يا ولاد ان احنا عايزين نفهم العنوان قبل ما نبدأ في الدرس يعني ايه شكل الارض وابعادها احنا عارفين ان الكرة الارضية او الارض اللي احنا عايشين عليها الشكل بتاعها شكل بيضاوي طب ايه بقى حكاية الابعاد الابعاد بتاعة الارض معناها المأسات بتاعة الارض يعني بالضبط كأنك انت رايح عند الترزي بتعمل بدلة فبالتالي هو بياخد المأسات بتاعة جسمك احنا دلوقتي هنعرف ايه هي المأسات بتاعة كوكب الارض بس في البداية هنشوف مع بعض فيديو من بنك المعرفة وبعد كده نرجع نكمل الدرسة بتاعنا هل فكرت يوما لماذا خلق الله الارض كروية وليست مسطحة ولماذا جعلها متحركة وليست ثابتة ماذا لو كانت الارض مسطحة وماذا سيحدث للارض اذا توقفت عن دورانها كل هذا واكثر سوف نتعرف عليه في هذا الدرس شكل الارض وابعادها فهيا بنا من خلال الفيديو يا ولادة هو دلوقتي بيقول لي ان الارض ربنا سبحانه وتعالى خلقها بالشكل الكروي او الشكل المائل الى الكرة ولكن ربنا ما خلقهاش بالشكل المسطح طب ايه الفرق اما بين الشكل الكروي والشكل المسطح الدسك اللي انا قادة عليه دلوقتي ده ده مسطح الشكل اللي قدامنا ده شكل الكرة الارضية وهو الشكل الكروي او بالتحديد الشكل البيضاوي طيب احنا عايزين نعرف لو كان ربنا سبحانه وتعالى خلق الارض بالشكل المسطح إيه اللي كان ممكن يحصل بس إحنا عارفين إن ربنا خلقها بالشكل القروي عايزين نشوف إن نتائج بتاعة الشكل ده وإن نتائج لو كانت الأرض مسطحة إلا تترتب تعالى دلوقتي هنا نشوف مع بعض السؤال مهم جدا بيقول لي لماذا يبدو سطح الأرض وكأنه منبسطا يعني يا أولاد كلمة منبسطا دلوقتي إنت ما بتكون ماشي على الأرض في أي شارع أو في أي مكان بتلاقي الطريق قدامك بيكون مستقيم بيكون منبسط يعني مستوي طيب الأرض إحنا عارفين وإحنا لسه إليين إن ربنا خلق الأرض بالشكل القروي ليه إنت وإنت ماشي على الأرض أو في أي مكان مش بتحس إن الأرض قروية إنت دايما بتحس إن الأرض مسطحة ليه إحنا عايزين نعرف إيه السبب بص بقى هنا بيقول لي إيه بيقول لي كل ما ترى بعينك ما هو إلا مساحة صغيرة جدا من مساحة كوكب الأرض دلوقتي يا أولاد إحنا ربنا سبحانه وتعالى خلق العين بتاعتنا ليها مدى معين يعني إحنا مثلا في العلوم فيه كائنات حية ممكن نشوفها زي النباتات والحيوانات وفيه كائنات أخرى مش بنشوفها زي البكتيريا علشان نشوفها محتاجين مايكروسكوب طب دلوقتي أنا عناية ممكن تجيب النجوم اللي موجودة في السماء بشكل واضح مستحيل أنا محتاج جهاز اسمه التليسكوب اللي هو بيقرب لي المسافات البعيدة فده اللي إحنا بنقوله الأرض حجمها كبير جدا مساحتها أملاقة إنت كائن حي على كوكب الأرض الكبير ده إزاي إنت عنيك المحدودة المجردة هتشوف كل كوكب الأرض إذن أنا عناية مش بتشوف غير مساحة صغيرة جدا عشان كده إحنا بتبان لنا الأرض إن هي مستحة أو مستوية طيب هنا بيقول لي ما النتائج المترتبة على الشكل العام للأرض الذي يشبه الكرة إحنا شافين يا أولاد دلوقتي قدامنا إن الأرض كروية طيب إيه النتائج المترتبة على ذلك؟ بيقول لي اختلاف توزيع أشعة الشمس على سطح الأرض يعني إيه الكلام ده؟ دلوقتي أنا عندي الأشعة بتاعت الشمس بتسقط أهو أنا مثلا دلوقتي الشمس موجودة قدامي هنا والأشعة بتاعت الشمس الشمس هتسقط هنا طيب دلوقتي الشعاع اللي جاي في المنطقة اللي أنا بحددها دلوقتي هنا شعاع عمودي يعني شعاع جاي مباشرة من الشمس إلى الأرض وبالتالي المكان اللي أنا محدده دلوقتي ده هتكون درجة الحرارة بتاعته مرتفعة طيب فيه شعاع آخر هيخرج من الشمس هياخد مسافة طويلة لغاية ما يوصل للمنطقة اللي فوق هنا اللي احنا بنقول عليها القطب الشمالي طالما الشعاع ده خد مسافة طويلة مسافة كبيرة هيفكد جزء كبير جدا من درجة الحرارة بتاعته يعني المكان اللي أنا بشاور عليه ده في منتصف الأرض درجة الحرارة بتاعته هتكون مختلفة عن المكان ده اللي هو موجود عند القطب الشمالي يبقى أول حاجة اختلاف توزيع أشعة الشمس وطالما الأشعة بتاعت الشمس هتختلف فيه التوزيع بتاعتها ممكن تكون عمودي وممكن تكون مائل بالتالي هلاقي درجة الحرارة بتختلف طيب اتنين بيقول لي اختلاف كمية الأشعة الساقطة وطبعا كل ما تكون الكمية بتاعت أشعة الشمس الساقطة على مكان معين كبيرة كل ما تكون درجة الحرارة مرتفعة جدا طيب اختلاف درجات الحرارة وتنوع المناخ دلوقتي ايه الفرق اولاد او ايه الالاقة اسف ما بين اختلاف درجات الحرارة وتنوع المناخ دلوقتي تخيل معايا ان ربنا خلق الارض مسطحة هتلاقي ان الشمس بتسقط على سطح الارض كلها بالتساوي يعني الاشاعة متركزة على سطح الارض كلها يعني هتلاقي الارض كلها صيف الارض كلها درجة الحرارة بتاعتها مرتفعة وبالتالي هلاقي المحاصيل الزراعية بتاعتي أو النبات الطبيعي بتاعي هيكون موحد يعني إحنا دلوقتي عندنا فيه نباتات شتوية وفيه نباتات صيفية لأن فيه صيف وفيه شتة لأن الأرض شكلها قروي طب لو كانت الأرض مسطحة هتلاقي طول السنة عندك صيف طول السنة فيه محاصيل زراعية واحدة وهي المحاصيل الصيفية الكائنات الحية هتلاقيها سبتة أو واحدة طب إيه بقى العلاقة ما بين الحرارة وما بين الكائنات الحية إحنا عارفين أن في المناطق الحرة فيه كائنات حية بتتحمل درجات الحرارة العالية وبتقيش في الأماكن دي زي على سبيل المثال الأماكن الصحراوية إنما المناطق القبضية والمناطق الباردة فيه كائنات حية بتقيش هناك زي الدب القبي طيب لو كانت الأرض درجة حارتها سبتة واحدة على طول مرتفعة على طول منخفضة هتلاقي النباتات سبتة هتلاقي الكائنات الحية سبتة وصور الحياة والبيئات اللي موجودة على سطح الأرض سبتة وغير متغيرة طيب تعالى بقى نعكس السؤال بتاعنا ونشوف لو كانت الأرض مسطحة يعني لو كانت الأرض مش واردة الشكل الكروي بيقول لدرجة الحرارة هتكون وحدة يعني على سطح الأرض كلها متساوية درجة الحرارة يعني مرتفئة على طول وبالتالي المناخ هيكون سابت وطالما المناخ سابت يبقى النبات الطبيعي والمحاصيل اللي احنا بنزرحها هتكون سابتة وموحدة وبالتالي ما فيش تنوع في البيئات انتو خدتوا في سنة ستة البيئات فيه عند بيئة زرعية بيئة صناعية بيئة صحراوية بيئة ساحلية بيئة جليدية انت لو عندك سطح الأرض مستوي ومسطح هتكون هي بيئة واحدة بس وهي البيئات الحرارة أو الصحراوية طيب تعالى نشوف مع بعض هنا بيقول لي أشعة الشمس ممكن تسقط طول اليوم في وقت واحد وعلى طول متركزة على سطح الأرض يعني بالتالي هيكون عندك نهار على طول يعني اليوم بتاعك كله هيكون نهار مش هيكون فيه ليل طيب هنا بيقول لي يتنوع المناخ والنبات والكائنات الحية طبقا للأشعة بتاعة الشمس زي ما انتو شافين كده يا أولاد فيه نوعين من الأشعة بتاعة الشمس فيه حاجة اسمها الأشعة العمودية اللي هو النوع الأولاني ده اللي هو بيسقط في منتصف الكرة الأرضية وفيه أشعة اسمها الأشعة المائلة هما بيختلفوا عن بعض في الزاوية تعالوا بقى يا أولاد مع بعض نقوم نشوف الفرق ما بين الأشعة العمودية والأشعة المائلة علشان نعرف أن الاتنين بيختلفوا مع بعض في الزاوية يلا أولاد بقى نشوف مع بعض الفرق ما بين الأشعة العمودية والأشعة المائلة اللي احنا لسه متكلمين عنها دلوقتي هنا يا أولاد الشعاع اللي أنا بشاور عليه ده ده الشعاع عمودي فالشعاع ده بيخرج من الشمس مباشرة للأرض فبيؤدي لارتفاع درجة الحرارة يعني أنا لو سألتك وقلت لك ليه الأشعة العمودية بتؤدي لارتفاع درجة الحرارة هتقولي لأنها تتركز على منطقة صغيرة يعني بالفعل الشعاع ده بيتركز على منطقة محدودة فبالتالي بيؤدي لارتفاع درجة الحرارة عليها لو أنت أخدت بالك بقى من الشعاع اللي تحت ده وده الشعاع عمائل بيقطع مسافة كبيرة جدا من الشمس لغاية ما يصل إلى الأرض وبالتالي في المسافة داية بيكون فقط جزء كبير جدا من درجة الحرارة بتاعته وبالتالي تأثير الحرارة هنا بيكون ضعيف قوي عشان كده احنا أولاد دايما زي ما درسنا قبل كده في العلوم وفي الدراسات عارفين أن القطب الشمالي والقطب الجنوبي الموجودين في أقصى الشمال وأقصى الجنوب بيكون فيه تجمد يعني بيكون فيه جليد إيه سبب الجليد رغم أن الشمس موجودة السبب أن الشعاع المائل دا بيقطع مسافة كبيرة قوي فوهو في الطريق بيفقد درجة الحرارة بتاعته يبقى دلوقتي عندي هنا فيه نوعين من الأشعة وهي الأشعة العمودية والأشعة المائلة مين فيهم درجة الحرارة بتاعتها بتكون مرتفعة؟ العمودية واللي درجة حارتها منخفضة؟ الأشعة المائلة طيب هنا بيه أولاد فيه حاجة مهمة جدا عايزين نعرفها وإحنا كنا قلناها في بداية الشرح هل الأرض كراوية ولا بيضوية وعلى فكرة فيه فرق ما بين شكل الكرة وشكل البيضة تعالوا مع بعض نشوف كده الرسمة الموجودة هنا المعدولة اللي هي بالنقطة المنقطة دي ده شكل الكرة وإحنا الكرة بتاعتنا زي ما أخدنا قبل كده في الرياضيات بتكون الأبعاد بتاعتها متساوية يعني إيه الأبعاد بتاعتها متساوية؟ يعني أنا لو خدت خط من الشمال للجنوب ورسمته وخدت خط من الشرق للغرب ورسمته وجيت قسة الخط اللي موجود في النص والخط اللي هو الرأسي ده هلاقي الأبعاد بتاعتهم أو المسافات أو المساحة بتاعتهم متساوية يعني مثلا ده 2 سنطي ده هيكون 2 سنطي طب ده الشكل بتاع الكرة طب شكل البيضة أو الشكل البيضاوي بيكون إيه بقى؟ شكله إيه؟ بتلاقي الجزء اللي في النص اللي هو الخط اللي هو أنا مرسمه دلوقتي ياهو اللي في النص ده بيصل من الشرق للغرب بيكون أطول من الجزء اللي هو الرأسي اللي بيصل من الشمال الى الجنوب وبالتالي احنا بنقول على الارض بتكون عند خط الاستواء وخط الاستواء ده هو عبارة عن دائرة عرض وان شاء الله نتعرف عليها في الحصة اللي جاية موجودة في منتصف الكرة الارضية يعني الارض عند خط الاستواء او في المنتصف بتبقى منبعجة ولكن عند القطبين من فوق عند القطب الشمالي والقطب الجنوبي بتبقى مفلطحة ايه بقى الكلمتين اللي احنا اول مرة نسمعهم دول تعالوا مع بعض نجيب النموذج بتاع الكرة الارضية علشان نعرف ايه الفرق ما بين منبعجة ومفلطحة دلوقتي يا ولاد انا عندي دي الكرة الارضية وطبعا احنا قلنا ان الشكل بتاعها شكل بيضاوي تعالوا مع بعض كده نجيب مزورة او نجيب مثلا خيط والخيط ده هنلفه حوالين الكرة الارضية من النص هنا وبعد ما هنلفه حوالين الكرة الارضية هنقيسه بالمسترة ونكتب الرقم اللي يطلع لنا مثلا هيطلع لي 10 سنتي هجيب بقى خيط تاني وهمسك من اول هنا يعني من فوق من عند الشمال لغاية هنا يعني كإن خرمت الكرة ديت كده ودخلت الخيط من جوه وهقيس المسافة بتاعتي وحطها على المسترة هتطلع لحدود 7 سنتي يعني انا لقيت ان الجزء اللي موجود في المنتصف ده اكبر من الجزء الموجود من الشمال للجنوب وبالتالي لقيت شكل الارض زي ما انت شايف كده من الجزء دوت كده ممبعجة يعني اولاد كلمة ممبعجة كلمة ممبعجة يعني ممتلئة يعني مثلا انا لو بزود في الاكل بتاعي قوي هتيجي تلاقي ان جسمي من جزء الوسط هيكون مثلا عندي كرش وبارز او لبرة وعندي جناب والجناب دي بارزة لبرة فالشكل ده في اللغة العربية بنقول عليه ممبعج يبقى الارض في المنتصف او عند خط الاستواء او عند القطر الاستوائي ممبعجة يعني ممبعجة يعني ممتلئة طيب لو انت جت بسيط كده هنا عند القطب الشمالي وعند القطب الجنوبي بتلاقي الارض مفلطحة في اللغة العربية وفي المعجم كلمة مفلطحة يعني مستوية مفلطحة يعني مستوية زي ما انت شايف كده انه اكدناك انت بتاخد ملف كده بس على الواسع فبالتالي لقيت الجزء ده مفلطح انما الجزء الموجود في الوسط ماله منبعج طيب هنا بيقول لي بقى اولاد الكطر الاستوائي طوله قد يعيزين بقى نسبة الكلام ده بشكل عملي بيقول لي طول الكطر الاستوائي 12686 كيلو متر طيب احنا قلنا ان الكطر الاستوائي طويل اطول من الكطر القطبي والكطر القطبي ده اللي هو بيصل من الشمال للجنوب طوله 12000 برضو 638 طبعا انت اكيد واخد بالك ان 681 اكبر من 638 يبقى الكطر القطبي اكثر او اقل في المسافة من الكطر الاستوائي طبعا يا اولاد الاركام احنا مش بنحفظها احنا بنقول الاركام عشان نوضح لكم ونثبت لكم ان الكطر الاستوائي اطول من الكطر القطبي وبالتالي النتيجة اللي ترتبت على ذلك بنلاقي ان شكل الارض بيبقى موم بعج عند الكطر الاستوائي ومفلطح عند الكطر القطبي هنا بقى بيعرف لي بيقول لي عشان لو في الامتحان قال لي ما المقصود بالكطر الاستوائي وما المقصود بالكطر القطبي بيقول لي الكطر الاستوائي هو خط وهمي يصل بين نقطتين طب ايه هما النقطتين قادي نقطة وقادي نقطة الى نقطة الشرق ونقطة الغرب طيب يعني إيه بقى خط وهمي؟ يعني أنا دلوقتي يا أولاد لو جيت على الأرض ومشيت في أي مكان أنا مش هلاقي خط مرسوم على الأرض والخط ده الناس بتقول لي اسمه الكطر القطبي أو الكطر الاستوائي الخطوط دي العلماء تخيلوها ورسموها على المجسمات بتاعة الكرة الأرضية ولكن الخطوط دي مش موجودة في الطبيعة فبالتالي أنا بقول الكطر الاستوائي هو خط وهمي يعني مش موجود في الحقيقة طب بيصل بين نقطتين هو موجود في النص؟ أيوة يبقى بيصل ما بين النقطة الأولى إلى الشرق إلى الغرب ويمر بمركز الأرض الأرض أو أي شكل عموما بياخد الشكل الدائري أو الكاروي أو البيضاوي لازم يكون فيه نقطة في النص كده اللي هي المركز أو السنتر بتاعها فبلاقي إن الكطر الاستوائي بيمر بمركز الأرض طب الكطر القطبي إنتوا بقى عرفوا لي إحنا لسه قيلين الكطر الاستوائي خط وهمي كذلك الكطر القطبي خط وهمي يعني هو مش موجود في الحقيقة وبرضو بيصل بين نقطتين بس النقطتين اللي بيصل ما بينهم واحدة فوق إنه هو في الشمال والتانية تحت اللي هي في الجنوب وبرضو بيمر بمركز الأرض يبقى أنا دلوقتي الفرق ما بين الكطر الاستوائي والكطر القطبي إن الكطر الاستوائي يصل بين الشرق والغرب الكطر القطبي يصل بين الشمال والجنوب الكطر الاستوائي أطول من الكطر القطبي فبالتالي لقيت الأرض ما خدتش الشكل القروي لا دي خدت الشكل البيضاوي طيب هنا بقى بيقول لي خطوط الطول ودوار العرض احنا كنا ذكرناها في أول الحلقة بتاعتنا بس احنا مش عارفين ايه خطوط الطول ودوار العرض كل الحكاية يا ولد ان كوكب الارض مساحته كبيرة جدا وان شاء الله ما تطلعوا في تالت عدادي هتعرفوا ان الكرة الارضية مساحتها 510 مليون كيلو متر مربع طبع مساحتها ضخمة جدا الوعلماء علشان يدرسوا الكرة الارضية الكبيرة قوي ديت عايزين يسهلوها على نفسهم وعلينا يعني عايزين الدراسة بتاعة الارض تبقى سهلة وانت ما تيجي تدرس حاجة كبيرة بتيجي تقسمها علشان تعرف تدرس كل جزء صغير علشان الدراسة تكون سهلة بالنسبة لك فانا عندي العلماء خدوا الكرة الارضية ورسموا عليها خطوط سموها خطوط الطول وطبعا يا ولاد هي واضحة من اسمها اسمها خطوط الطول يعني هي جاية بالطول وبالتالي هي جاية بشكل ايه رأسي طب في حاجة اسمها دوائر العرض تسمت دوائر العرض لان هي جاية بالعرض وخلي بالك خطوط الطول هي عبارة عن خطوط خط انما دوائر العرض عبارة عن دايرة في فرق ما بين الدايرة وما بين الخط وهنعرف دقاء كلام ده دلوقتي بالتفصيل هنا بيقول لي خطوط الطول هي عبارة عن ايه؟ بيقول لي هي عبارة عن أنصاف دوائر طب ليه ما قلتش دوائر؟ ليه بقول أنصاف دوائر؟ بص معايا على الرسمة دلوقتي اللي فوق ده القطب الشمالي واللي تحت هنا القطب الجنوبي وأنا دلوقتي همسك الألم بتاعه وهاخد من أول هنا وأنزل بالشكل ده كده أنا على فكرة هنا عملت نص دايرة هتيجي تقول لي أيوة فعلاً هادي مش دايرة كاملة لأن لو دايرة كاملة هكمل واقفل الدايرة أنا هنا عملت نصف دايرة يبقى خطوط الطول هي أنصاف دوائر بتبدأ من فوق من القطب الشمالي وبتختم بتحت بالقطب الجنوبي يبقى نقول تاني خطوط الطول أنصاف دوائر بتبدأ من القطب الشمالي إلى القطب الجنوبي لو سألني ليه العلماء أساسا رسم خطوط الطول هقول لتسهيل دراسة الأرض طيب هنا بيقول لي بقى معلومات عن خطوط الطول أول حاجة العلماء يا أولاد قالوا إن خطوط الطول دي تعددها 360 خط وهنعرف دلوقتي ليه بقى 360 وإيه الإلاقة ما بين ده وما بين الزمن خط الطول الرئيسي هو خط جيرنيتش ودركته سفر بصوا كده يا أولاد دلوقتي أنت ما بتيجي حتى في الرياضيات بتعمل شكل بياني بتعمل محور رأسي ومحور أفقي بتبدأ بالسفر لازم أي حاجة في الدنيا يكون لها بداية لما أجأ أقول لك خطوط الطول عددهم 360 خط أنت على طول هتقول لي طب إحنا هنبدأ بالخط رقم كام هقول لك هنبدأ بالخط مثلا رقم واحد لا أنا عندي لازم أبدأ بنقطة السفر يبقى نقطة السفر اللي هو خط اسمه خط جيرنيتش طب إيه جيرنيتش دي الكلمة دي أول مرة أسمع عنها بكل بساطة أن العلماء لما اجتمعوا سنة 1884 يعني في القرن التسعتاشر يعني تقريبا من 200 سنة فاته اجتمعوا علماء الجغرافية في قرية اسمها جيرنيتش في جنوب لندن وطبعا لندن دي اللي هي عاصمة إنجلترا لما اجتمعوا في المكان ده ورسموا الخط ده اللي هو الخط الرئيسي اللي موجود في منتصف الكرة الأرضية ادولوا رقم أو درجة اللي هي سفر وقالوا إحنا هنسميه خط جيرنيتش يبقى خط جيرنيتش ده هو اللي موجود في منتصف الكرة الأرضية ارجع معايا كده قلت لك عدد خطوط الطول كم خط 360 خط إيه اسم على الاتنين عشان أنا عندي الكرة الأرضية جزئين النص الأول ونص الثاني يمين وشمال طب 360 على الاتنين فيها المية وتمانين يبقى خطوط الطول 180 خط موجودين في شرق خط جيرنيتش و180 خط موجودين في غرب خط جيرنيتش إيه بقى توتل وإحنا عرفنا ليه خط طبعا الطول الرئيسي تسمى بهذا الاسم اللي هو خط جيرنيتش هنا بيقول لي أهمية خطوط الطول أنا بس أتخدمها في إيه يعني هم ماشي خطوط وهمية ورسموها على الكرة الأرضية عايزة عرف هي أهميتها إيه بالنسبة لي أول حاجة بتحدد المكان بتاعك دلوقتي يا أولاد إنت مثلا بتقول لي أنا هقابلك على سبيل المثال عند جامعة القاهرة هقولك قول لي طب إنت وقف لي فين يعني إيه على يمينك إيه على شمالك فأنت عشان تحدد اللوكيشن بتاعك أو تحدد المكان بتاعك لازم تقول لي حاجة على يمينك وحاجة على شمالك فأنا دلوقتي خطوط الطول بستخدمها في تحديد موقعك الموقع بتاعك سواء أنت في الشرق الكرة الأرضية أو غرب الكرة الأرضية طب إيه اللي بيقسم لي الكرة الأرضية خط جيرنيتش طب وخط جيرنيتش ده موجود فين موجود في لندن يعني أنا لأ قلت لك أي مكان شرق لندن يبقى هو في المية وتمانين خط اللي موجودين في الشرق ولو قلت لك مكان في الغرب يبقى في المية وتمانين الموجودين في الغرب طيب هل في أهمية تانية لخطوط الطول بيقول لي بتحدد لي الزمن طيب هنا بتحدد الزمن وبعرف فرق التوقيت على سطح الأرض أنت لو مسجدت كده النتيجة في البيت وشفت هنا في النتيجة بتاعتك بتلاقي أن التوقيت بتاع الصلاة بيختلف من دولة لدولة ومن مدينة لمدينة يعني بتلاقي مثلا صلاة الظهر في مدينة الكاهرة بتدن مثلا 11-40 دقيقة في مدينة الأسكندرية 11-38 دقيقة أنا عايز أعرف هو ليه الفرق ما بين المدن وما بين الدول أنا لو بسافر دولة تانية غير مصر بلاقي الساعة بتاعتي بغيرها ليه؟ السبب بيقول لي هنا بقى خطوط الطول هي اللي بتحدد لي الزمن وهنا يعرف دلوقتي إيه العلاقة ما بينها وما بين تحديد الزمن بس عشان السؤال ده مهم يجيه في الامتحان يقول لي بما تفسر أهمية خطوط الطول أقول له أول حاجة باعرف أحدد الزمن وأعرف أحدد الموقع بتاعي على سطح الأرض سواء أنا موجود في الشرق أو موجود في الغرب طيب هنا بيقول لي معلومة مهمة جدا المدن التي تقع على خط طول واحد بتتطفق في التوقيت يعني إيه الكلام ده؟ بص كده معايا الخط اللي في المص ده اسمه خط جيرينيتش وخط جيرينيتش ده موجود في لندن طيب هي دلوقتي لندن دي احنا قلنا موجودة في إنجلترا طيب هو خط جيرينيتش ده موجود في لندن بس لا أمان عندي منتصف الكرة الأرضية من الشمال الجنوب فيه كرات كتيرة موجودة غير كرة أوروبا ما هو إنجلترا دي في كرة أوروبا طيب فيه كرة تحت أوروبا عندي اسمه كرة أفريقيا وفيه تحت كرة أفريقيا الكرة القطبية الجنوبية يعني أي دولة موجودة داخل مثلا كرة أفريقيا هي على خط سفر أو خط جيرينيتش هلاقي توقيتها زي توقيت لندن ناخد مثال دولة الجزائر دولة عربية أفريقية الدولة دي بيعد فيها خط جيرينيتش يعني أنا هلاقي التوقيت اللي موجود في لندن هو هو التوقيت اللي موجود في الجزائر وغم إن دي في كرة ودي في كرة طب ليه السبب؟ السبب لإن الدولتين موجودين على خط طول واحد طيب بيقولي هنا مثال تاني مثلا على مدنتين موجودين على نفس خط الطول القاهرة اللي هي عاصمة مصر والخرطوم عاصمة السودان اللي اتنين بيقعوا على خط طول رقمه 30 شرقا طيب خط طول 30 شرقا ده هيخليني إن أنا الساعة بتاعتي في القاهرة هي هي الساعة بتاعتي في الخرطوم يعني أنا لو عندي صديق عايش في السودان في الخرطوم هقوله دلوقتي الساعة كم عندك؟ هيقولي أنت ما تسألنيش لأن الساعة عندي زي عندك لأن إحنا اللي اتنين بنقع على نفس خط الطول طيب لو قلت لك بقى إن مدنتين بس مدينة موجودة على خط مثلا رقم واحد ومدينة موجودة على خط رقم عشرة هل التوقيت هيختلف؟ مؤكد هيختلف طب هيختلف قد إيه بقى؟ ودي مهمة جدا بيقولي معلومة مهمة قوي الفرق الزمني ما بين كل خط وخط أربع دقايق يعني أنا لو على خط جيرنيش اللي هو موجود في النص اللي هو سفر وانتقلت الخط واحد ما أنا بعيد بقى واحد اتنين لغاية ماوصل 180 في الشرق و180 في الغرب الفرق ما بين خط سفر وواحد أربع دقايق طب نحسبه مع بعض كده لو قلت لك مثلا خط جيرنيش سفر الفرق الزمني ما بينه وما بين الخط رقم ثلاثة إنت هتحسب بقى تقولي ما بينهم وما بين بعض ثلاث خطوط هضرب ثلاثة في أربع دقايق يعني الفرق الزمني ما بين خط جيرنيش وما بين الخط اللي هو ثلاثة شرقا الفرق ما بينهم كم دقيقة؟ ثلاثة في أربع بإتناشر يبقى تناشر دقيقة طب ما فيه يا أولاد بقى معلومة مهمة جدا أنا عايزة أعرف هو لو أنا قلت لك على خط رقم ثلاثة اللي موجود في الغرب ما أنا عندي 180 خط في الشرق و180 خط في الغرب الفرق الزمني اللي في الشرق إيه الفرق بينه وبين الفرق الزمني اللي في الغرب الفرق إن أنت بتزود وإنت متجه إلى الشرق بتزود في الساعة أو بتزود في التوقيت وإنت متجه للشرق وبتقلل في التوقيت وإنت متجه إلى الغرب يعني إيه كلام ده؟ أنا عايش في مصر مصر موجودة في الشرق الكرة الأرضية وأنا هنتقل وهعيش في دولة الولايات المتحدة الأمريكية اللي موجودة في غرب الكرة الأرضية يبقى أنا الساعة بتاعتي لما روح أمريكا هزودها ولا نقصها؟ لا أنا هنقصها يعني أنا كل ما اتجه للغرب بقلل التوقيت طب أنا لو عايش في مصر هي في شرق الكرة الأرضية وهعيش في الصين اللي هي في أقصى شرق الكرة الأرضية يعني في آخر الشرق هعمل إيه في التوقيت؟ طالما نرايح للشرق يبقى أنا هزود يعني هزود الساعة بتاعتي أو هزود التوقيت طب تعالي بقى ناخد هنا ونشوف السؤال ده بيقول لي بما تفسر يختلف الزمن من مكان لآخر على سطح الأرض دلوقتي يا أولاد الكرة الأرضية أو الأرض اللي إحنا عايشين عليها هي مش سبتة وإحنا خدنا في درس المجموعة الشمسية إن الأرض بتتحرك الأرض على فكرة بيكون ليها حركتين يعني بيكون ليها دورتين الأرض بتتحرك أمام الشمس يعني حوالين الشمس وطبعا الدورة دي بتاخد إيه؟ سنة 365 يوم وربع وفي نفس الوقت الأرض بتتحرك أمام الشمس وحوالين نفسها يعني الدورة التانية بتاخد يوم كامل وإحنا بنقول عليها الدورة اليومية يعني الأرض بتلف حوالين نفسها طب والدورة اليومية دي بتاخد قد إيه؟ بتاخد 24 ساعة 12 ساعة نهار و12 ساعة ليل يعني أنا عندي الأرض بتكون زي ما احنا شايفين مثلا كده الأرض هي سبتة في التوقيت دوت أنا عندي 12 ساعة نهار طبعا انتوا عارفين ساعات النهار بقى بتبدأ من أول الفجر لغاية مخلص وبعد كده ألاقي 12 ساعة ليل طيب هنا في بقى أولاد مثال بيوضح لي بيقول لي لو كانت مثلا الساعة 10 الصبح في مدينة بغداد إلا في العرق الوقيع على خط طول 45 شرقا كم تكون الساعة في مدينة نيو ديلهي اللي هي في الهند الوقيع على خط طول 75 شرقا طبعا بكل بساطة انت بتعمل إيه؟ بتطرح خطوط الطول يعني أنا قلت لك خط رقم 75 وخط رقم 45 اطرح الفرق ما بينهم ويطلع لك 30 خط طبعا الفرق الزمني بين كل خط وخط 4 دقايق بلاقي ان 30 ف4 ب120 دقيقة 120 دقيقة يعني ساعتين طب والساعتين دولت أنا هزودهم ولا نقصهم بيقول لي هنا هنشوف إن المدينة اللي هي الساعة 10 الصبح في مدينة بغداد ودي على خط طول 45 وده الخط طبعا ده اللي هو موجود في الأول يعني خط جرينيتش بعده 45 خط وبعد كده مدينة نيو ديلهي 75 يعني بعديها فأنا طبعا هزود ساعتين يعني الساعتين فوق الساعة 10 الصبحين الساعة 12 الظهر هلاقيها في مدينة نيو ديلهي طيب نشوف بقى كده السؤال سريع على الدرسة بتاعنا تبلغ عدد خطوط طول كام خط كلهم 360 خط السؤال الثاني بيقول لي أكمل الأرض ممبعجة عند إيه ومفلطحة عند إيه طبعا إحنا زيما تفعنا يا أولاد قلنا الأرض ممبعجة عند الكطر الاستوائي ومفلطحة عند القطبين آخر السؤال بيقول لي الأرض ليست كاملة الاستدارة بسبب إيه بسبب طبعا القطر الاستوائي أطول من القطر القطبي أتمنى تكون الحلقة بتاعتنا عجبتكم واستفدتم منها وأي السؤال بعتونا على الصفحة بتاعتنا على الفيسبوك واشوفكم إن شاء الله في حلقة جديدة والسلام عليكم ورحمة الله